اشتركوا في القناة المشكلة فين ولكن بيحاول قدر الامكان يشوف الازمات دي يخرج منها ازاي لان الاتحاد عنده مشاكل وربطة الاندية عندها مشاكل وقصص كتيرة وحكايات وروايات ولكن قضية النهاردة هتكون بناء على خبر نشر على الصفحة الرسمية لاتحاد الكورة بيولئي الخبر بعد اجتماع مطول مع بيريرا اتحاد الكورة يتخذ قرارا باعادة هيكلة لجنة الحكام اعادة هيكلة لجنة الحكام يعني انت بتشيل اللجنة بالكامل وبتعمل تشكيل جديد استعدادا للموسم الجديد عندك قرارات او اشياء حدثت داخل اتحاد الكورة ولجنة التحكيم وعلى هذا الاساس خدت قرار باعادة الهيكلة ولكن لما تيجي تبص على التفاصيل اللي مكتوبة في الخبر اتخذ مجلس ادارة اتحاد الكورة قرارا باعادة هيكلة لجنة الحكام واجراء عد عدد من التعديلات لتطوير اللجنة وجاء القرار عقب اجتماع مطول مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصر حيث تم الاستقرار على ضم دكتور عزب حجاج والكابتن سامي فاروق فيما تم توجيه الشكر لبعض اعضاء من اللجنة في صياغة الخبر الصياغة الصحفية لما بيتم الاعلان عن اعادة هيكلة دي كده مش اعادة هيكلة دي مش اعادة هيكلة ليه؟ لان الناس اللي كانت موجودة في اللجنة وتشالت من اللجنة مهامهم انتهت بنهاية الموسم بالنسبة للاقسام اللي كانوا مسؤولين عنها سواء القرى النسائية سواء دور القسم التاني القسم التالت القسم الرابع كل ده خلاص خلص فانت بتتلق اعضاء اللجنة اللي موجودين ما بيقوموش بأي دور فانت وفرت الفلوس بتاعتهم ومشتهم وجبت اتنين لتفاصيل تانية هقولها دلوقتي بداية بس عشان نحلل تفاصيل الخبر اللي قدامنا دلوقتي ده واحد اتنين لما تعلن ان في اعضاء لجنة ميشي من الشفافية انك تقول هم مي ليه لان انت عندك هنا الناس ممكن تسأل هل احمد الجرح ميشي هل احمد ساهر ميشي هل المعد البدني محمد بخاطر ميشي ولا لا طيب لو هنتكلم على احمد الجرح واحمد ساهر وحتى كابتن سعيد عبدالفور الناس دي مسؤولة عن القرى النسائية والقسم التاني والتالت والمساعدين في الاقسام اللي كانت موجودة في الدرجات الادنى اللي كل الدوريات دي خلصت فطبيعي جدا الناس دي تمشي بنهاية الموسم ولكن لما تيجي عند المعد البدني محمد بخاطر وتطرح هنا سؤال مهم جدا لما تجيب معد بدني الكابتن سامي فاروق هل هنا جايبوا بديلا لمحمد بخاطر ولا مع محمد بخاطر الاتحاد لغاية دلوقتي ما اعلنش اي تفاصيل ولا اي كوليس لانه عنده مشكلة كبيرة في الجزئية دي ليه بقى محمد بخاطر وسامي فاروق الاتنين ده معد بدني وده معد بدني فكرة انك تعين معد بدني في التوقيت ده مش معروف الهدف منها ايه هل ممكن يكون ليها واحنا هنا بنترح تساؤلات ليها تبعات ونتيجة اخطاء حدثت من اللجنة بتعيين حكم الكابتن محمد الحنفي وهو غير مؤهل لإدارة المباريات بسبب عدم اجتياز اختبارات اللياقة البدنية وان البريرة عين محمد الحنفي دون الرجوع لأعضاء اللجنة فهل ده سبب من الاسباب ان ممكن يكون فيه تغيير في المعد البدني لازم الاتحاد يطلع يوضح ده لازم الاتحاد يطلع يوضح ده انا مبالحك لاندي مكالمات مهمة جدا مع شخصيات انا قلت اسمائها دلوقتي بس حرصا على المصادر وحرصا على سرية التفاصيل مش هتكلم فيها لغاية لما اعرف الاتحاد عمل ايه يعني الناس هتقول لي هل انت اتكلمت مع الجرح وساهر وابو خاطر فيه ناس منهم انا اتكلمت معاهم فيه ناس منهم انا اتكلمت معاهم وفيه ناس منهم قالت لي تفاصيل لو الاتحاد دلوقتي بقى عنده مكشفة ويعلن هو ماشى مين وخلى مين هنقدر نقول هو ماشى ده ليه وخلى ده ليه ولو ماشى حد ورجعه هو ماشى ليه من الاخطاء التحكمية ولما نطرح هنا قضية مباراة بيرامدز والمقاولين العرب وبعدها المقاولين يقدم شكوى وكل الحكام الدوليين بلا استثناء ما فيش واحد طلع المعلومة عكس اللي احنا قلناه الكل طلع اكد كل المعلومات ده الخبراء التحكيم قاله محمد الحنفي لم يكتاز اختبار الليقاء البدنية محمد الحنفي غير مؤهل لإدارة المباريات محمد الحنفي تعيينه في هذا اللقاء المفروض الاتحاد القرية يتخذ قرار دلوقتي بإعادة هذه المباراة فإعادة هيكلة اللجنة إعلاقتها بمباراة بيرامدز والمقاولين هل مشيته محمد أبو خاطر وكلمته سامي فاروق بالمناسبة على فكرة كمان اللي كلم سامي فاروق واللي كلم عزب حجاج رئيس الاتحاد بنفسه الأستاذ جمال علام اللي كلم دكتور عزب حجاج واللي كلم سامي فاروق الكابتن جمال علام بنفسه شوف أنا عارف بقى مين كلم مين كمان أقول لكم على مفاجأة تانية هي ما كانتش عارت هيكلة هو كان تغيير اللجنة آه كان تغيير اللجنة وكان كابتن وجيه أحمد مع دكتور عزب حجاج مع الكابتن سامي فاروق وكان ممكن عدد من أعضاء اللجنة الحاليين اللي مستمرين سواء محمد فاروق مع كامل احترام وتقديري للأسماء يعني كابتن محمد فاروق كابتن حمد القاضي كابتن ماجد رز كان ممكن حد من التلاتة يستمر أو التلاتة يستمروا مع الكابتن وجيه ودكتور عزب والكابتن سامي فاروق ولكن الاتحاد تراجع في اللحظات الأخيرة وقرر استمرار بريلة حتى نهاية المسلم اللي هو يعني منتصف الشهر القاضي أسبابها إيه؟ إيه؟ إيه الأسباب؟ هل مطش بيرامد زول مولين؟ هل تعيين محمد الحنفي؟ العملات راح في تساؤلات هل الاتحاد هيرد؟ هل الاتحاد هيبقى فيه مصرحة مع الإعلام ويقول ليه تم الاستعاند بسامي فاروق كمعد بدني؟ وهل أبو خاطر موجود ولا مش موجود؟ ما دعي خلينا فيه ما بعد بقى نطلع ونقول إيه اللي عندنا؟ إيه اللي عندنا؟ هل محمد الحنفي فيه أي وثيقة رسمية تثبت خد بالكم من الكلام اللي جاي ده تثبت إن الرجل ده جري؟ بس نخد بالكم الجري ده مش يطلع بريد يقولك أنا جريته خلاص وإكتاز اختبارات الاقل بدنية لا 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 القصة مش كده لازم وثيقة رسمية من المعد البدني بتواريخ محددة بقياس زمني محدد يروح لبريرا يقوله أنا كمعد الاقل بدنية عملنا اختبار كذا 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 لو الفيفا تست يعني الاختبار الاقل بدنية المعتمد من الفيفا مش أي حاجة تانية لأن أي حاجة تانية غير معتمدة مستر بريدو أنت عارف كده كويس أي حاجة تانية ده قياس مفهوش نجح ورسوب ده قياس بدني لكن لازم الحكم يخضع الاقتبار اللي هيقة البدنية عشان يكون مؤهل انه يصفر في الملعب فعشان يحصل ده لازم يكون فيه وثيقة رسمية تزبط ده عندك وثيقة رسمية تبعتها للمأولين تقوله لا اشكوتك غلط الحكم ده جري ولا ما عندكش هل معد اللي هيقة البدنية المسؤول عن هذا الملف حصل ده وعمل ده ولا ما عملوش ما خد بالك برضو معد اللي هيقة البدنية ده شغال في الاتحاد الافريقي فاللي حصل ده لو الرجل ده نزل حكم والرجل ده لم يكتزي اختبار اللي هيقة البدنية وما حكمش هتبقى مشكلة ليه في الاتحاد الافريقي فلازم يدافع عن نفسه لان هنا احنا بتكلم على واحد بيشتغل مع الاتحاد الافريقي قل موجود حتى في بطولة الاندر توينت اللي اتنظمت في مصر مع الموزنبيكو والسنغال المسؤولين عن الاعداد البدني في الكاف فلما يوصل لهم كلام ان فيه مشكلة في مصر ان حكم نزل حكم وهو مكتزي اختبار اللي اغلب بدنية يسأله المعد البدني او ايه اللي حصل ده فلازم يدافع عن نفسه هو عنده وثيقة تثبت ان فيه اختبار ولا ما فيش اختبار ليه تم اللي استعانى بسامي فاروق فين محمد ابو خاطر هو اعادة هيكلة ولا كانت مؤامات لفترة معينة احنا طرحنا الاسئلة وفتحنا القضية من جديد نتيجة الخبر اللي نشره الاتحاد احنا كلما بنقول كلامنا في القضية وبنستنى نشوف القرار بيطلعوا بتصرحات كفاية بقى تصرحات وكفاية ايه بيانات طلعوا قرارات الموضوع بقالوا اسبوع فين القرار فين المستندات فين الادلة في ولا ما فيش فاصل ثم نواصل